وجدت دراسة حديثة أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة اثنتين وخمسين ساعة على مدار ستة أشهر مرتبطة بتحصن القدرات الإدراكية للكبار وأشارت الدراسة إلى أن من غير الضروري ممارسة التمارين لعدد معين من الساعات يوميا أو أسبوعيا مضيفة أنه بالإمكان تقسيم الساعات الاثنتين وخمسين إلى أوقات مختلفة ما يعني أنه ليس مطلوب ممارسة الرياضة بانتظام كما هو شائع ونصحت الدراسة بالتريض عدة مرات في الأسبوع وفعل ذلك على مدى عدة أشهر حتى الوصول بعدد الساعات إلى إثنتين وخمسين ساعة